ينضم إلينا مشاهدين من أثناء موفد العربية ليث بزاري أهلا بك ليث انقل لنا بداية مشاهدتك من أثناء حول هذه الحرائق وتداعيتها وهل تجاوزت عاصمة أثناء مرحلة الخطر من احتمالات وصول النيران إليها؟ نعم أحمد نحن في منطقة شمال شرق أثناء أثناء الكبرى طبعا وهذه القرية قرية بنتيلي التي نشاهد خلفي في الصورة تحولت جزء كبير منها إلى رماد كما نشاهد في هذه الصورة وهذه الأشجار المتفحمة لكن الذي يحصل الآن في هذه القرية التي تصل المنطقة بالجبل بنتيلي الذي عانى الكثير بسبب الحرائق يعني الطريق يجب أن تكون سالكة ولذلك نشاهد في الصورة على يسار الصورة الأشخاص الذين أو العمار الذين يقومون بإصلاح خطوط الكهرباء والكوابل وكذلك تنظيف الطريق فهنا يعني الطريق هو شريان الحياة لرجال الإطفاء الذين يأتون إلى المنطقة ويقومون بإطفاء الحرائق في أعلى هذا الجبل هذا الجبل الذي نشاهد في الصورة الآن ولكن الذي يحصل أنه إذا شاهدنا يعني كمية الدمار والتفحم الأشجار هنا نجد أن هذا البيت لم يصاب بأذى لماذا؟ لأن السكان المنطقة ورجال أو قوات مكافحة النيران قاموا بالتصدي للنيران في هذه المنطقة تماما لذلك قاموا بإيقاف النيران أمام هذا البيت البيت الذي نشاهد في الصورة الآن ولكن الذي يحصل أن سكان المنطقة اليوم أحمد تكلمت عن وزارة الداخلية ولكنهم يطالبون الحكومة اليونانية وهي يمينية الوسط يقومون بمطالبة بتعويد مساكنهم بتعويد شركاتهم نعلم جيدا أن الحياة وقفت هنا منذ يوم الأحد بسبب هذا الاقتصاديا أتكلم بسبب هذه الحرائق ويقوم البعض منهم بإيواء هذه القرية تقوم بعض سكان هذه القرية بإيواء من تضرر في أعلى الجبل هناك قرى دمرت بيوتها بالكامل وأصبح سكانها بدون مأوى ولذلك يقومون بإيوائهم وهذا طبعا نتكلم اليوم أن الحرائق توقفت حتى إشعار آخر هذا يعتمد على قوة الريح وكيفية مقاومة هذه النيران إذا اشتعلت مرة أخرى وتكلمت عن الأوروبيين قبل قليل أحمد الذي يحصل أن هناك قوات دفاع مدني فرنسية آتي هذه المرة ليس جوا بل على متن سفينة إلى مدينة باترس التي تبعد من هنا حوالي 200 كم وسوف يقومون بمساندة القوات اليونانية للدفاع إذا اشتعلت حرائق في هذه المنطقة شكرا لك اللي يتعال لكل هذه المعلومات والتفاصيل سنعود إليك في سياق النشاط المقبلة من أثناء كنت معنا مفضل عربية ليث بازالي